مرحبا بكم مشاهدين الكلام في موعد نشرة تحوال التقسي طلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذا نبدأ نشرتنا الجو بزارة رئيسية لنهار اليوم بالصورة التي اخترناها لكم إذا نروح بكم الإحدى الغابات الغريبة والعجيبة في نفس الوقت هذه الغابة المعروفة باسم غابة الأحجار التي تعتبأ إذا عجوبة جيولوجية في أرض الصين بالضبط بالنسبة للوضعية المرتقبة إن شاء الله وبإذن الله مع فجر مهل الغد حيستمر استقرار الجوي على العموم على أغلبية الولايات السحية الداخلية على ولايات الهضب العليا رح ترجع إن شاء الله للطلبات الجوية ابتداء من يوم الجمعة المقبل إن شاء الله بالنسبة للوضعية نعود نرجع مع الفجر إن شاء الله استقرار الجوي كما سبق وذكرنا سحب كثيفة دون فعالية على الولايات السحرية الوسطى على الولايات الشرقية كذلك تبقى أجواء غائمة على وليه الهداب العليا على شمال الصحراء أو وسط الصحراء حتى أقصى الجنوب إذن بالنسبة لدرجات الحرارة معفجر نهر الغد الأحد إن شاء الله تبقى درجات حرارة فصلية على العموم على أغلبية الولايات السحرية الداخلية وولايات الهداب العليا كذلك على البيت الصحراوية درجة الحرارة الوحي 18 حق 20 درجة بأقصى الجنوب إذن الوضعية المرتقبة إن شاء الله وبإذن الله بعد ظهيرة نهار الغد الأحد إذن أجواء غائمة دون فعالية على البيت الصحية الوسطى على البيت الداخلية لحظة بعد سحب الكثيفة تبقى في الموعد على الولايات الصحية الشرقية الداخلية حتى ولاية الهضاب العليا زواب عملية ناشيطة أيضا نقولوا مشاهد الكريم الحيطة والحذر على تام راست وإليزي كذلك بالنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله درجة حرارة المفصلية 29 حتى 22 درجة الوحيات الصحية الوسطى درجة حرارة الترتفع مقارنة بالأيام الفيتة درجة حرارة غير فصلية نضغبوها على عمنا بطارة فسكيكدا القالة كذلك بالنسبة لوحيات الصحراوية درجة الحرارة 33 حتى 32 درجة بأقصى الجنوب بالنسبة لحيات البحر إن شاء الله مشاهدين الكرام اللي نهى الغد العموم مفترب على أغلبية السواحل الشرقية الوسطى الغربية مع اتجاهات رياح مختلفة إذن مشاهدين اللي هنا لحقنا ختامة ناشتكم جوزا نختموها بوعدكم الفلكية دي شرق وأوروبا الشمس المزيد من المعلومات مع لكم غير دزوروا مواقع قناتكم أكيد له دائم في خدمتكم أبقى مع برمجة الوطنية متابعة الشريقة أبقى على أخير طرف وحتيكم موسيقى